السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أسعد الله أوقاتكم طبتم وطابة أوقاتكم إن شاء الله أموكم الخير اليوم بمشيئة الله تعالى رح نأخذ الدرس الثاني من الوحدة الثانية في مادة تاريخ الأردن درس رح نتكلم فيه عن أول دولة إسلامية قيمة بعد الخلفاء الراشدين الأربعة اللي هي الدولة الأموية ولكن كالعادة نرجع نستذكر في موضوع العجالات اللي احنا داما نحكي فيها طبعا إذا بتذكروا الحصة اللي فاتت حكينا نحن بداية العصور الإسلامية كانت في عصر النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بحكم إنه كان بحكم إنه رسول ونبي وكان بحكم إنه برضو حاكم الدولة الإسلامية بوفاة النبي عليه أفضل الصلاوات أتم التسليم بدأ إن العصر الثاني من العصور الإسلامية اللي هو عصر الخلفاء الراشدين اللي كانت بدايتها بسيدنا أبو بكر وبعدين سيدنا عمر بن خطاب ثم سيدنا عثمان بن عفان ومن ثم سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله واجهه طبعا إذا عمرك اسمعت إنه صار فيه خلاف ما بين الصحابة رضي الله عنهم بين خلافة سيدنا علي وبين خلافة سيدنا علي مع علي ومع معاوية بن أبي سفيان قصة طويلة وعميقة راح نتكلم عنها أو ما في دائن نتكلم عنها حتى لأنه الموضوع بحتاج إلى شرح عميق طبعا سبب الخلاف قام بسبب مقتل سيدنا عثمان بن عفان في المدينة المنورة واستلم سيدنا علي بن أبي طالب استلمه الخلافة الإسلامية فمعاوية بن أبي سفيان طالب في رد يعني في قتل قتلت سيدنا عثمان وصارت إشكالات ولكن فيه مسبب رئيس لهذا الموضوع واحد اسمه عبد الله بن سبق طبعا يهودي ومن أخطر ثلاث رجالات مروا على التاريخ الإسلامي طبعا هو هذا عبد الله بن سبق وفيه كمان واحد ثاني اللي هو هلاكو اللي هو قائد المغول والثالث اللي بيحكوا عنه اللي هو أتاترك اللي هدم الخلافة العثمانية وهذا الموضوع برضو خارج الإطار اللي احنا نتكلم فيه طيب بعد وفاة سيدنا عثمان بن عفان بايع الصحابة رضي الله عنهم سيدنا علي بن أبي طالب خلافة المسلمين انتقل نقل سيدنا علي بن أبي طالب المقرة الخلافة من المدينة إلى بغداد إلى الكوفة عفوا إلى الكوفة في العراق طبعا بعد وفاة سيدنا علي أو بعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه انتقلت الخلافة إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه وبنفس الفترة كان معاوية ابن أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان كان في هذه الفترة اللي احنا نتكلم فيها الفترة اللي احنا نتكلم فيها معاوية ابن أبي سفيان كان يطالب بأن الخلافة تكون لأله طيب سيدنا الحسن رضي الله عنه سمع أو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه إن ابني هذا سيد واسأل الله أن يحل فيه خلافة كبير ما بين المسلمين فشو عمل سيدنا الحسن تنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان فتؤسست عندك أول دولة إسلامية بنظام الدولة وهي الدولة الأموية نسبة إلى معاوية ابن أبي سفيان الدولة الأموية عشان تكون بالصورة فترة الحكم تعتم من أقصر الخلافات الإسلامية يعني الخلافات الإسلامية ثلاثة لأهل السنة الأمويين والعباسيين والعثمانيين فهي أقلها كفترة زمنية من سنة الـ 41 تقريباً 132 هجري طبعاً شو السبب رح نتكلم عليها بس ندخل فيها وراح نوضح هذا الموضوع أكثر لما نتكلم عن الخلافة العباسية الخلافة العباسية كان هي لإلها الدور الأكبر في إنهاء وجود الأمويين ولكن في الفترة القصيرة هذه اللي نتكلم فيها الدولة الأموية انتقلت بالفتوحات الإسلامية انتقال نوعي يعني عندك في زمن سيدنا عمر وزمن سيدنا عمر وزمن سيدنا عثمان بن عفان وصلت الفتوحات الإسلامية حكينا إحنا ليش لإفريقيا يعني طلعنا من قارة آسيا للجزيرة العربية وبلاد الشام دخلنا أفريقيا وبالأخص على وين على مصر ولكن في زمن الدولة الأموية الشمال الإفريقي كامل من ضمنه كان اللي هو نحكي عنها ليبيا حاليا تونس والجزائر والمغرب هاي كلها صارت دول إسلامية في زمن الدولة زمن الدولة الأموية وكمان انتقلنا من قارة إفريقيا كمان إلى قارة أوروبا اللي هي الأندلس فحكمها قصير ولكن التطور اللي حدث في الدولة الأموية في ناحية التوسع في رقعة الحكم كان كبير جدا هذا بالنسبة للموجز البسيط اللي نحن نتكلم عليه إيش نتكلم عليه دائما تعالى الساعة على أول نقطة موجودة في الدرس نتكلم عليها إيك بإيجاز إن شاء الله تعالى عندك نشعة الدولة الأموية زي ما حكينا من سنة 41 إلى 132 هجري اللي هي سنة 262 ميلادي إلى سنة 570 ميلادي وآخر حكامهم كان الخليفة مروان المحمد طيب دولة أسسها معاوي بن أبي سفيان نقل عاصمة الخلافة فيها من المدينة المنورة إلى إيش؟ إلى دمشق من المدينة المنورة إلى دمشق طبعا حتى زي ما حكينا سيدنا علي نقل الخلافة مقر الخلافة من المدينة للكوفة لما استلموا عاوي بن أبي سفيان الخلافة نقلها لأوين؟ إلى دمشق إذن هاي أول نقطة اللي نتكلم فيها أنه تم نقل الخلافة من المدينة أو من الكوفة إلى دمشق طيب طيب شو السبب التسمية تعتهم الأمويين إلى أمية ابن عبد شمس من قبيلة قريش وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلة قرابة بين بني أمية وبني هاشم اللون الرئيسي تاعهم اللون الأبيض ورح نجي نتكلم عن الدولة العباسية رح نلاقي اللون المختلف تماما عنهم اللي هو اللون الأسود بلغت الدولة الأموية أوجدت الساحة في عدد الخليفة الوليد بن عبد الملك اللي بنى قبة الصخرة اللي لونها ذهبي اللي موجودها في القدس اللي موجود عند المسجد إيش الأقصى طيب أهمية مدينة أذرح هاي يعني الكلام اللي نتكلم فيه في موضوع اللي صار في موضوع التحكيم طبعا خلاف اللي صار ما بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا معاوي بن أبي السفيان في منطقة صارت اسمها أذرح الأردنية لانا صارت فيها معركة هناك طبعا موضوع فيه كثير من الناس حكوا فيه ولكن فيه كثير من الناس تجرأوا وحكوا عن الصحابة رضي الله عنهم بكلام خارج إطار المعقول بصراحة هذول الصحابة الكرام رضي الله عنهم الأفضل أنه نتكلم فيه نتكلم فيه نوع من الأدب والإحترام ونترك هاي الخلافة أو هذا الخلافة اللي حدث بموضوع الثانية طيب هاي المهم أنت اللي بهمك في الدرس عشان يعني ما تتخربط حالك وتدخل في متاهات إن هاي مدينة أذرح شو المؤهمية تعتها أنها وقعت حادثة التحكيم حادثة التحكيم طبعا الحكم بتاع سيدنا عليك كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والحكم بتاع سيدنا معاوي بن أبي سفيان كان له سيدنا عمر ابن العاص اللي إذا بتذكروا اللقب بتاعه وكتبناه الفترة اللي فاتت اللي هو داهية العرب وقصة برضو مش الأفضل إنه ما نتكلم فيها تعال سعلى الخارطة الموجودة أمامك حدود الدولة الأموية شوف حدود الشاسعة تخيل أنت من هون خرج الإسلام من وين هاي المدينة المنورة هاي المدينة المنورة انطلق الإسلام لمكة صار فيه عندنا فتح بسنة ثمانية هجري بعدين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق الجيش خرج إلى حدود إيش حدود الأردن تقريبا في غزوة مؤتة وبعدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد غزوة تابوك سنة تسعة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعام الوفود له سنة تسعة للهجرة تقريبا الجزيرة العربية أو شمه الجزيرة العربية هاي بالكامل هيك صارت إيش خاض على الإسلام انطلقت الفتحات لوين بلاد العراق اللي هي بلاد الرافدين اللي كان فيها الحضارة الفارسية وانطلقت الفتوحات لين لبلاد الروم لبلاد الروم إذا بتذكر لما حكينا كنا نحكي على أنه كيف الإسلام هدم الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية طيب؟ طيب شوف هسا الفكرة وين هون اليمن إذا تذكر صارت عندنا حروب الردة زيما سيدنا أبو بكر الصديق ولكن بعد الدولة الأموية والتساع الدولة الأموية شوف بعدما سلم الأمويين ونقلوا للعاصمة الخلافة إلى دمشق هيا دمشق شوف هاي الرقعة الكبيرة الشاسعة اللي بتبدأ عندك نبداها مثلا من هون يمشي هاي هيك طبعا الخليج العربي ادخل على بلاد فارس تعال عندك لغاية بلاد السند وطشقند وقرفاطة وصبرقند وبخارة وهاي كلها من بلاد إيش بحر خرزم وقزوين واربيل شوف هاي انت بتحكي على مسافات يعني في قمة الكبر طلع طلع انت شوف المساحة هاي كلها هيك طبعا هون بإيش بحدود عامورية اللي على الشمال ما بين سوريا وتركيا في الوقت الحالي تعال هاي عندك قارة آسيا هاي هيك آسيا ودخل على إفريقيا الشمال تاع مصر على الشمال الإفريقي كامل من ليبيا وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب ودخل لحدود موريتانيا هاي كلها هيك لاحظة الدولة هاي كلها دولة الأموية وانتقل بعدين ناوين إلى الأندلس شوف حدود الأندلس طبعا اللي كان مسؤول عن فتحها موسى بن نصير رضي الله عنه كان عمره 85 سنة موسى بن نصير وكان معه طارق بن زياد اللي تسمى تسمية هذا المذيق على اسمه المذيق جبل طارق لاحقا فلاحظ أنت كبرى الدولة هاي كلها في خلال فترة 70 سنة تقريبا من 41 ل يعني تحكي لك فترة تقريبا 70 سنة 50 سنة وصلت الإسلام شوف عم هاي الدولة بالكامل ووقع شوف ما أكبرها طبعا الدولة البيزنطية من فوق ومملكة الفرنجة الموجودة عندك طيب القرار زي ما حكينا آسيا وإفريقيا وأوروبا العوامل اللي ساعدت الأمويين على التوسيع على التوسع فيها أول دولة ألغت نظام الشورى في الحكم وحولته نظام وراثي وراثي للابن البكر للخليفة للابن البكر لأمير المؤمنين بمعنى عبد الملك من مروان كان ابن البكر مين الوليد بن عبد الملك فكان مي ولي عهده الوليد بن عبد الملك فلما مات عبد الملك من مروان استلمها الوليد بن عبد الملك فحول النظام هون إيش لويراثه وصار الأمويين يتوارثوا الحكم يتوارثوا يتوارثوا وهذا أدى إليه استقرار نظام الحكم ما صار فيه نزاعات ما بين ايش ما بين العائلات تعالى القريش بالذات ما صار فيها نزاعات وهذا راح نتكلم عنه بربو طيب الازدهار الاقتصاد الكبير الذي حدث في عصرهم نتيجة ايش نتيجة الفتحات الشاسعة اللي صارت تشفت الرقعة الجغرافية للدولة الاموية كدش كم كبرت فتخيل انت شو فيه في عندهم منافذ بحرية وعندهم مراكز تجارية وشو فيه خيرات في هاي البلدان كلها فعندهم الاقتصاد عندهم ازدهار ازدهار كبير جدا ملاحظة بسيطة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة من الخلفاء بني ايش بني امية طبعا كثير من العلماء صنفوا انه الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم عفوا سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه تنبأ بقدوم و بلفظ انه اشج بني امية شو يعني مضروب فيي جحاجب هون بسبب ضربة معينة وهذا اللي صاد طبعا هو حفيد سيدنا عمر بن الخطاب من جهة الام وحفيد بني امية من جهة الاب أبو عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان طيب سيدنا عمر بن عبد العزيز استلم فترة الخلافة الإسلامية تقريبا كخليفة أموي تقريبا سنتين ونص بالسنتين ونص السنتين ونص في أول سنة أنفق الزكاة في المصارف الشرعية تاعتها اللي هي الثمن الأنصب السنة الثانية أجو يدور على الفقراء والمساكين في هاي الرقعة الجغرافية الكبيرة اللي انت شفتها ما وجده ليش؟ فيش فقراء حلت البركة على بلاد المسلمين فشو أمر؟ أمر أنه في مال الزكاة زوجوا الشباب زوجوا الشباب طب سدوا الديون عن الغارمين اللي عنده عليها غرم عليها دين سدوا عنه برضو نفس الشيء يجي يش بيت مال الزكاة أو القيم على بيت مال الزكاة يحكي له يا أمير المؤمنين فهذا المال من بيت المال مش عارفين نروح في الذهب اللي موجود فقال اشتروا بيها حبوبا ولقوها على الأس الجبال فلتأكل الطير مني يش من مال الله هذا بخلال سنتين ونص شو بيت الرقعة الجغرافية أنت حجمها كم؟ ما فيه فقير ليش؟ الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان رجل تقي نقي وزاهد في الدنيا بما فيها وبعد عن كل مظاهر الترف اللي كانت تلحكى فيها عن الخلفاء بني أمية وبالأخص أوقف صرف الرواتب لأمراء بني أمية بالكامل هذا يكبل نفسه هذا الموضوع فهذا الاقتصاد اللي احنا بنحكي عليه ازدهر بسبب زي ما حكينا بسبب الرقعة الجغرافية الكبيرة وبسبب برضو كثرة الخيارات اللي دخلت على دولة الأموين طيب لاحظ النقطة الثلاثة دخول شعوب المدن التي تم فتح للإسلام وانخراطهم بجيوش الفتحات هاي نقطة في غاية الأهمية وهاي كانت إحدى أبرز أسباب فتح الأندلس خاصة بالشمال الإفريقي وخاصة في موضوع المدينة القيروان الموجودة في تونس أو المدن الموجودة في شمال المغرب العربي بشكل عام وهم شعب معروف جدا هسه بالوقت الحالي بيسموهم الأمازيغ اللي هما بدوا الصحراء اللي موجودين في إفريقيا هر الشعب مجرد أنه دخل في الإسلام واشر منخرط في الجيش الفتح وأساساً هو كان أساس فتح الأندلس اللي هو طارق بن زيادل هو كان من ضمنهم اللي هما لما زي طيب ني جاسة على النقطة اللي احنا نتكلم عليها دايماً من شو بتشكل الأردن أهمية للدولة الأموية طيب دخل الأردن تحت حكم الأموين في عام 41 هو بداية تأسيس الدولة الأموية حظية تاماً باختلاف يعني بصار اهتمام الخلفاء في هاي الدولة للأسباب التالية واحد أولاً ولا غالبية القبائل العربية فيه للأموين ليش؟ والي دمشق والي دمشق مين كان؟ معاوية ابن أبي صفيان هو كان والي دمشق قبل ما يصير إيش؟ ما يصير خليفة قبل ما يأسس الدولة فأغلب القبائل اللي موجودة في هاي المنطقة الجغرافية اللي احنا بنحكي عليها اللي هي أردن أو بلاد الشام كانت موالية لمين لمعاوية ابن سفيان قرب الأردن من دمشق لعاصمة الأمويين ووقوع الأردن برضو على طريق الحج الشامي وهذا النقطة هاي ركز عليها المنضوع الحج الشامي اللي احنا نتكلم عليها كثير في الحضارات اللي جاية أو في الدول اللي جاية اللي نظن هنا للأردن وكمان نفس الفكرة اللي كنا نحكي فيها في الحضارات القديمة اللي في العصور الحجرية والبرونزية وقوع الأردن على الطرق التجارية ما بين شبه الجزيرة العربية من الجنوب وبالإضافة لمين لبلاد الشام ومن الشمال ومصر والعراق والآخرين بالإضافة الأراضي الخصبة والمحاصيل الزراعية الموجودة وين في المملكة الأردنية الهاشمية فإن ذاك هون لو بدك تيجي أنه السبب اللي خلى الأمويين يهتموا في الأردن زي ما حكينا غالبية القبائل العربية الموجودة في الأردن كانت موالية لدوة الأمويين بسبب أنه والي دمشق أساسا كان معاوية بنفس الفيان قربه من دمشق ووقوعه على طريق الحج الشامي وموقعه على الطرق التجارية الرئيسية اللي هي بين الجزيرة وبلاد الشام ومصر والعراق بالإضافة لخصوبة الأراضي الزراعية والمحاصيل الموجودة فيها طيب الأغلب اللي كان في هاي الفترة اللي عم نحكي فيها كانوا على الدين ايش الدين النصراني أو الدين المسيحي طيب شو السبب الأصل الغساني إذا تذكروا لما حكينا عن غزوة موتا في عندنا مملكة الغساسنا اللي كانت موجودة في الأردن وكانت تعتنق الدين ايش المسيحي فأغلب الفترة هاي احنا بنحكي فيها أغلب سكان الأردن كان ميش كانوا على ديانة المسيحية ودلالة ذلك كثرت الكنائس والأديران المنتشرة وين في الأردن طيب من أهم الكنائس اللي تم اكتشافها في الفترة الأموية في بلدة إرحاب في المفرق بلغى عددها 23 كنيسة وين هاي موجودة في المفرق 23 كنيسة تمام يعود بناء معظمها إلى العصر الأموي هون شوف هاي الفكرة انت في منطقة واحدة زي المفرق تبني فيها 23 كنيسة وانت دولة بتحكمها الإسلام معناها هذا شو معنا الكلام معناها هنا في عنا تسامح ديني طيب هذا تسامح الديني من وين جبنا احنا من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم من شرع الله عز وجل وما تنسى العهدة العمرية اللي حكينا عنها لما استلم سيدنا عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس وأمنهم على كنائسهم وعلى صلبانهم وأمنهم على أغربهم فهذا كله امتدادا لأصل تسامح الديني الموجود عند الإسلام بقول الله عز وجل لا اكراها في الدين في عندك كمان كريسة مكتشفة في مدينة المرصاص طيب على ماذا يدل كثرة انتشاء الكنائسة هاي النقطة اللي بنحكي عليها دل على اتباع تسامح الأمويين مع اتباع الديانات الأخرى فقط بس بين قسيم أهل الكتابة من هذا هيك الشرع بيحكيه بالنسبة لنا احنا بس أهل الكتاب لا يجتمع في الأرض الإسلامية إلا أصحاب ملل أو ديانات سماوية أما أصحاب الديانات الأرضية من السيخ والهندوس وعبدة النار ومثلا الشيوعيين أو الملحدين هذا لا يجوز إقامتهم في داخل دولة إسلامية طيب هذا التسامح أدى إلى بناء العديد من الكناز في العصر الأموي طيب هذول الناس شو صار فيهم في القرون الهجرية الأربعة الأولى اللي هي يعني من سنة عشان تكون بالصورة القرن الهجري الأول يتدع من واحد هجري إلى تسعة وتسعين هجري القرن هذا الأول هذا الأول هجري القرن الثاني هجري من سنة مئة هجري إلى سنة مئة وتسعة وتسعين هجري هذا القرن إيش الثاني القرن هو عبارة عن كل مئة عام القرن الثالث هجري من متين لتي وتسعة وتسعين هجري يعني ما أرجع أحكي لك 那ه هذا الحدث حدث سنة في القرن الثالث هجري سنة مئتين وخمسين ما تستغرب هذا الوضع تمام طيب فهذه القرون الأربعة الأولى يعني إلى غاية تقريبا ثلاثمية لثلاثمية وتسعة وتسعين هجري أغلب هاي القبائل اللي كانت في الأردن اللي كانت عندين المسيحية أغلبها دخلت في إيش؟ دخلت في الإسلام. سمام؟ طيب. إيش المنظر أو المظاهر اللي بتثبت لي أنه الأمويين كانوا يهتموا في الأردن؟ طيب. عندك أبرز الخلفاء اللي كانوا في بني أمية. الوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك اللي هو أخوه وهيشام بن عبد الملك اللي هو برضو أخوه. طيب. كانت كثير مقرا للخلفاء يعني كان زي استراحات. عندك شوفين عندك في الموجر في القسطل وزيزيا طبعا أغلبهم بعض. الأزرق اللي هي في واحة. عجلون وبيت راس وعمان اللي هو جبل القلعة اللي موجود عندها السفوصة بلد. كان فيها قصر الإمارة ودار سك النقود. شوفون أهمية جبل إيش؟ جبل القلعة. سك النقود. يعني طبيعة النقود في الدولة الأموية. لأن الأمويين أوجدوا لأنفسهم نقود وبعدوا فيها عن إيش؟ عن النقود الرومانية. إذن لو جاك السؤال أنه من مظاهر المظاهر اهتمام الخلفاء في إيش في المدن أو في المناطق الأردنية بسبب أن كانت مقرر الخلافات لأشهر الخلفاء بني أمية. واذكر هاي المناطق أو ضع دائرة عندك الموقر والقسطل وزيزيا والأزرق وعجلون وبيت راس وعمان. طيب. اللي هو جبل القلعة. الوليد بن عبد الملك أو الوليد بن يزيد عفوا. جعل إقامته في موسم الحج وين في زيزيا في الجيزة. اللي هي بعد المطار تقريبا سبعة ثمانية كيلو. طيب. شو هدف الإقامة تاتو؟ هيك جايش من الهوة؟ لا. بيشرف على قوافل مين؟ قوافل الحجاج. اللي هو الحج الشامي اللي احنا نتكلم عليه. طيب. كيف الإشراف تاو؟ يطعام الحجاج ثلاث أيام ويعرف الدواب ويوسر أمور مين؟ أمور المسافرين. هذا من باب يعتبرون من باب إنه تكريم. لأنه أهل القريش أصلا. عشان تكون بالصورة. أهل القريش كان يعتبروا حالهم إنهم سدنة الكعبة. شو يعني سدنة الكعبة؟ يعني خدام بيت الله الحرام. حس حتى عندنا في الزمن العصر للحديث. حكام السعودية شو بسموهم؟ خادم الحرامين الشريفين. اللي بيقوم على خدمة الحرامين الشريفين. وعلى قيام على خدمة الحجاج أو الحجيج اللي بيجوا يحجوا أو يعتمروا. فهذا المؤمر متوارث قديم. من أيام قريش قبل الإسلام. هم كانوا يعتبروا إنه إطعام الحجيج وسقايتهم كانوا يعتبروها شيء عظيم جدا. وهم مقدسات. واستمر هذا الموضوع أساسا لأنه ربنا عز وجل برضو بيّن إنه هذا الموضوع فيه تكريم من الله للناس. طيب. من أهم الأمور في في العصر الأموي. نصار في يعني نحضة أدبية كبيرة جدا. شو اللي صار عندك؟ الدولة استقرت. مساحات كبيرة وشاسعة. آآآآآآآآآآآآآآآآآآ� خير الله دخلت في الإسلام. تمام؟ فلما تستقر الدولة اقتصادياً وسياسياً تلقائياً راح تصير في إبداعات في الجوانب الأخرى. ومن ضمن أهم الجوانب اللي تم الإبداع فيها هم الأدب. وبالأخص الشعراء. وأكثر ثلاث شعراء مشهورين في العصر الأموي. كثير عزة والفرزدق وجرير. طبعاً وذول الاثنين كانوا دائماً داقين في بعض. هجاء ومدح وذنب وإلى آخرين. طيب. تعال على النقطة الثالثة إنه القبائل العربية في الأردن شاركت وين؟ في الفت الفتحات. وكانت أساساً جزء من ليش؟ من الجيش الأموي. هذا الكلام راح نشوفه كمان في العصر العباسي. ورح نشوفه أكثر في العصر إيش؟ العثماني. له سفر برلك أو يعني موضوع موضوع الجيش العثماني. طيب في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك. شاركوا فيها في الفتحات اللي كانت في شمال إفريقيا زي ما حكينا اللي كانت في تومس وليبيا. ولا غاية الحدود المغرب العربي. ومن أبرز القوائل اللي شاركت في الفتحات قبيلتين جثام وغسان. دولة اللي حط عليها دائرة وركز عليها. القبائل اللي شاركت في الفتحات في زمن الخليفة المريد بن عبد الملك. جثام وغسان. طيب. عفوا. عنا العاصمة عمان. وكثير تكلمنا عن العاصمة عمان حتى في العصور اللي فاتت. مظاهر اهتمام بدولة الأموية في عاصمة عمان إنه حافظت على مكانتها التجارية. الدولة الأموية حافظت على مكانة عمان. التجارية. طيب. السبب. برضو. ثلاثة خطوط. موقحها. موقحها بتوسط مين? بتوسط طريق بين دمشق إلى شبه الجزيرة العربية. إذا بتذكر بالرسم اللي رسمناها إن القرطن جاي في النص بين بلاد الشام. وجاية من تحت الجنوب مع السعودية. على شمال هيك أو على الشرق بتروح على جهة مصر. على اليمين بتروح على جهة العراق وإلى آخرين. إذن. هاي الفكرة إنه توسط طريق الدمشق ما بين دمشق وشبه الجزيرة العربية. والنقطة الثانية المهمة هي هاي رقم اثنين. اللي حكينا عنه اللي في جبل القلعة. سك العملات اللي هي طباعة العملات الأموية اللي كانت في جبل ايش القلعة. طيب تعال على مدينة جرش. طبعا هايحنا بنحكي على المدن اللي كانت حتى الرومان واليونان كان برضو. يبدو اهتمامهم فيها. طيب. أصبحت برضو مع مدينة عمان مركزا لسك العملات الأموية. أيلة أو العقبة. ازدهار كبير جدا شاهدت طبعا بسبب ايش. بسبب انها هاي كانت مينة. طيب. شوف في عام الفين وثمانتعاش. تم العثور على ميناء أموي فيها. بعد هذا الميناء أول عمارة بحرية غارقة. يكشف عنها في الأردن. عام الفين. وثمانتاش. كانوا أساسين فيها مينة. لن هي أساسا يعني كانت المنفذ البحري للأردن. ولتجارة الأردن الجاي من وين. من الجزيرة العربية. Но تطلع على سواء. تطلع على الشبال لفريقيا و notable gli أموية. طيب. شو عملوا كبا الأمويين استغلى ما أمكانهم من الأرض الزراعية. عملوا على أحياء أرض الموات. طيب. شو يعني كلمة الأرض الموات. الأرض الموات الأرض. اللي ما فيها زراعة أو. إنها صالحة للزراعة. ولكن مهجورة. يعني في مسميات ثانية يسموها الأمواء الأراضي الأميرية. في ذلك اللوقة الحالية properly. فهو الأمويين الشيء عملوا عملوا على أحياء هاي الأرض. هي الحياء في النظام الاسلامي. أو في النظام الدولة إما أنه بتم إعطاء هاي قطعة الأرض لمزارع وباعتبار أنه هاي قطعة الأرض معك مدة سنتين أو ثلاث سنين تحييها وأنك تزراحها وتطلع منها محصول وطلع منه زكاة بعدين فأنا هيك بكون استغلت أنه المزارع أعطته أرض يشتغل فيها وإذا في حالة إذا أصلحها فعلاً والإصلاح المطلوب بتملكها في النهاية فراح يبدع فيها وراح يطلع من وراها منتجات فما بظل عندي أراضي زراعية صالحة للزراعة غير مستغلة وإما أنه بتكون أرض موات مش واصلتها من مقومات الزراعة من مياه أو من ريو إلى آخر وبحاول قدر مستطاع أن نوصل لها المقومات اللي خليها تستطيع صالحة للزراعة طرح يشوف استصلاحها تأمين المياه ووسائل الري لها لزيادة إيش؟ زيادة الإنتاج طيب هذا الأمر شو أدى؟ أدى إلى زياد الخراج الخراج اللي هو عبارة عن جزء من اللي كان يدفع يعني التجار أو المزارعين يعني تقريبا هو مش ضريبة بس ولكن شبيه في نظام الضريبة بس ولكن هنافئلو عيارات خاصة فيه وأول من كتب في كتاب الخراج كتب فيه الامام أبو يوسف الشيباني لا محمد الشيباني الامام أبو يوسف الامام أبو يوسف الي هو تلميذ الإمام بحنيف اللي كان قاضي قاضي للقوضاء في هذه الدولة العثمانية دولة عفواً دولة العباسية رح سنتكلم عليها بعدين، كتب كتاب اسم كتاب الخراج طيب هذا الخراج اللي هو يعني الدخل اللي دو يدخل على بيت مال المسلمين ازداد وصار في عندي نماء دخل الدولة مباسر ومؤول ما الدخل الدخل يدخل على الدولة ويصير يزيد 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 تلقائيا رح يزيد محا ايش نفقات الدولة على مين على الشعب وعلى رعاية الدولة من فتح طرقات من تأسيس يعني يعني تأسيس مدارس تأسيس مستشفيات من مثلا تقوية الجيش العسكر الى اخري طيب كان من ضمن برضو اهتمامات الاموين المشارع المائية في الاوزن طيب شو الهدف من ورا هاي المشاريع المائية توفير مياه الشرب وزيسقائة الحاج واللي يرى المزروعات بدنا نوفر مياه ليش للشرب طيب شو الهدف من وراها مين بدو يشرب فيها هاي الشاشة اناخرتني اتخاصم معها مش راضي طيب ليش ده اوفر مياه للشرب بدي اسقي فيها الحجاج اللي جايه من الحج الشامي وكمان اللي يرى ايش المزروعات فلازم تكون المياه اساسا صالحة للشرب طيب أبرز هاي المشاريع اللي هي تاعة الحصاد المائي اللي نحكي عنها البركة الأموية فيه جبل عمان وعندك بركة زيزية وعندك بركة لضليل وبركة الموقر طبعا كان يشربوا منها الحيوان وكان يشربوا منها الإنسان وكان يستم منها كمان إيش المزرعات طيب خرج مقدار معين من المال تفرضه الدولة على الأراضي الزراعية التي فتحت صلحا أو عنوة فتحت صلحا أو عنوة وظلت في أيدين مين؟ ظلت في أيدين أصحاب الأرض نفسهم ظلت في أيدين أصحاب الأرض نفسهم بأخذوا منها الدولة بتأخذ جزء من هاي أصحاب الأرض بتأخذ منهم جزء من المحصول باعتبار أنه بدأ ضريبة سمام؟ طيب أشهر ما يميز العصور الأموية في الأردن عندنا موضوع القصور ليش؟ الأردن كان يعتبروها تقريبا يعني مكان السياحة بالنسبة للأمويين يبعد عن مركز العاصمة دمشق بس ما بده يبعد مركز ما بده يبعد مسافة كبيرة عشان ما يبعد عن قلب العاصمة فكان يحاول يقربهم مسافات بس يطلع في خلوات تمام؟ طيب من أهمها بنى القصور الأمويين في باديد الشام يقع تسعة منها في الأردن من أغلب قصور بني أمية الهدف من وراها الاستجمام وترويح عن النفس بعيدة عن حياة المدن وضغط الحكم وإلى آخري ممارسة هواية الصيد بسبب أن البادية الأردنية غنية بالغزلان والطيور المتنوعة إرسال أبنائهم للإقامة في البادية عشان موضوع تعلم اللغة العربية الفصحة والتعلم الفرسي وهذا زي ما صال مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رسلوه عند حليمة السادية طيب شو كمان البادية؟ أنا حكينا البادية فيها قبائل والقبائل هاي عربية والهاي قبائل ايش؟ موالية لمين؟ موالية للحكم العثماني التي تسكن في البادية واستخدامها مركزة مهمة للاستثمار الزراعي في موضوع الزراع وإستصلاح الأراضي اللي حكينا عنه وفي النقطة الأخيرة هي لخدمة الحجاج المسلمين المسافرين على طريق الحج والطريق التجاري إذ كانت محطات للاستراحة والتزود بالماء والمؤنن زي ما شرحنا إحنا دائما هذا بدخل فيه موضوع بيسموه موضوع الخان وجمعوا الخانات يعني إنه تقريبا شبيه بين نظام الفنادق في الوقت الحالي طيب تعال على أبرز القصول بني أمية في أردن واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة من أشهرهم قصر مين؟ عمرة وقصر الأزرق والحلبات وقصر الطوبة والقصطل والحرانة أو الخرانة وقصر البرقع والموجر والمشتر طيب ليش الاهتمام في قصر عمرة اللي حكينا عنه؟ أول شي نقطة بنية في زمن الوليد بن عبد الملك اللي طبعا نوليد بن عبد الملك زي ما حكيت لك هو بنى قبة الصخرة بس بنى برضو مسجد مشهور حاليا في الوقت الحالي موجود ما زال موجود هو المسجد الأموي الموجود وين؟ بدمشق إذا عمرك سمعت فيه أو إذا روحت على سوريا بتعاله طيب هذا القصر تم إدراجه على لائحة التراث العالمي في عام 1985 طيب شو فيه هذا القصر؟ لوحات جدارية رسومات موجودة أوين؟ على جدران القصر الواسعة شو بتمثل هاي اللوحة؟ مشاهد الصيد وصور الحيوانات والطيور طبعا هنا احنا بنحكي هسا هنا احنا بنحكي على مجال في نوع من الترف أو نوع من الرفاهية في ناحية الحكم تمام؟ طيب ترافقها نقوش باللغتين اليونانية والعربية لمبنى الحمام وقاعة الاستقبال فريدة من نوع في الإمارة الإسلامية في العصر الأموي وهيك احنا بنسبة لموضوع العصر الأموي ان شاء الله تعالى بنكون تقريبا شبه انتهينا منه ايش اللي بهمك في الموضوع؟ او عايش دك تركز؟ بدك تركز في البداية يا سيد العزيز على مدى أو على يعني على التواريخ اللي موجودة في الدرس وبالخص تاريخ تأسيس الدولة الأموية تمام؟ بدك تأخذ الرقعة الجغرافية الكبيرة هاي اللي حكينا عنها اللي كانت من إحدى العوامل اللي خلت الدولة الأموية تكبر وتقوى وتزيد فيها الغلة وتزيد فيها الدخل بدنا نركز على موضوع اهتمام الأموين في الأردن من ناحية الموقع الجغرافي تاحا من ناحية انها كانت مهمة عشان موضوع طريق الحج الشامي من ناحية انه كانوا يهتموا فيها برضو عشان موضوع الزراع والأراضي الزراعية اللي فيها وعشان موضوع الحصاد المائي ومهمة حتى انها كانت كمركز اقتصادي للدولة الأموية لانه كان موجود فيها مكان لسك العمل اللي تتعلق فيها فيه وين؟ في جرش وتتعلق فيها بقصر أو جبل القلعة هاي الأمور التي تركز عليها إن شاء الله تعالى وإلى درس آخر ولقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته